اينما كنتم ايها السيدات والسادة وجهت هيئة علماء المسلمين رسالة مفتوحة للشعب العراقي بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين مؤكدة ان هذه الذكرى تمر والعراق والعراقيون يعيشون ظروفا استثنائية متردية صعبة بعد ان تركت مآسي الاحتلال وما تبعه من طغيان وظلم في نفوس العراقيين غصة وتحسرا على بطولات سطرها الاجداد في ثورة العشرين المجيدة وجاء في الرسالة الى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العراقيين جميعا ثورة العشرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فتأتي الذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين الكبرى ثورة العراقيين جميعا في ظل عوامل وأسباب مشابهة إلى حد كبير لعوامل انطلاقها ومسبباتها في ذلك الوقت فقد انتقل العراق اليوم وهو يرزح تحت وطأة الاحتلال المزدوج من حالة التهديد التي تنطوي على مخاطر جمة إلى حالة الحرب المعلنة والصريحة والعدوان الذي لا شك فيه على ثوابت العراقيين الشرعية والوطنية والقيمية والأخلاقية والثقافية والمجثة معيها حيث نشهد حقبة من التأريخ يعيش فيها العراق والعراقيون ظروفا استثنائية متردية صعبة بعد أن تركت مآسي الاحتلال وما تبعه من طغيان وظلم في نفوس العراقيين غصة وتحسرا على بطولات سطرها الأجداد في ثورة العشرين المجيدة الذين تناسوا كل اختلافاتهم ونبذوا كل ما يفرقهم ليتوحدوا أمام خطر الاحتلال البريطاني بعد أن بلغ السيل الزباه ولم يبقى في قوس الصبر منزعه فقاموا بثورتهم المباركة التي جمعت كل أطياف الشعب العراقي وفئاته للخلاص ولانعتاقه من احتلال لم تسلم منه فئة دون أخرى منهم ومن آثار الاحتلال الخطيرة التي نعاني منها اليوم أشد المعاناة هي الطائفية السياسية المقيتة التي يتبنها النظام القائم في العراق التي باتت تتجاوز في آثارها حجم الدمار الذي تخلفه آثار القنابل والأسلحة التقليدية الأمر الذي يلزم العراق والعراقيين جميعا للخلاص منها بالاسترشاد ببوصلة أجدادهم الذين فجروا ثورة العشرين وقادوها وأعلنوا بقوة وحزم عن عزمهم على تغيير واقعهم أنذاك على الرغم من أن إمكانياتهم في ذلك الوقت كانت لا تقارن بإمكانيات عدوهم المحتل وآلته الحربية فظلن عن كونها فظلا عن كونها أقل بكثير مما يحظى به العراقيون اليوم من إمكانيات وطاقات وعقول ونخب وأدوات ووسائل يا أبناء شعبنا القابض على الجمر إن العملية السياسية الفاسدة في العراق هي عملية غير مقبولة من الجميع وإن العملية السياسية وما أنتجته من حكومات متعقبة أثبتت على مدى 21 سنة خلت مثل ما وصفناها من قبل مراراً وتكراراً أنها مرض خبيث يتفشى في الجسد العراقي وتتفاقم أعراضه على نحو يعكس جميع أنواع الفشل على المستويات والأصعدة كافة مع الأسف الشديد وأن مكافحة ذلك تتطلب رأياً جمعياً وجهداً موحداً يستطيع إنقاذ العراق وأهله من تسلط الأحزاب السياسية الساعية إلى إبقائهما في حالة الافتقار للأمن وعامل الانضباط والاستقرار وجر الشعب نحو الانشغال بأمور تصرف أنظاره عن حقيقة واقعه المؤلم المر فضلاً عن سعيه لتغييره علاوةً على تجويعه وتجهيله وقطع أي طريق يسلكه نحو التطور وزيادة زخم تقدم أبنائه في المجالات كافة والإصرار كل الإصرار على تجنيس الأجانب وزجهم بين العراقيين بما يوهن نسيجهم المجتمعي ويهدد بتشويه ثقافته ومصادرة أعرافه وعاداته المنضبيطة الأصيلة وغير ذلك كثير من صور وأنماط التغيير الديمغرافي ذي الأبعاد السياسية والطائفية وقد اتخذ السياسيون اليوم من المنح الطائفي الذي يتصادم مع القيم ويتقاطع كذلك مع الثوابت سبيلاً للهرب من رقابة العراقيين والتفكير في محاسبتهم سواء في تصليق أبواقهم للإساءة لرموز الأمة الإسلامية وتراثها عبر التاريخ أو لمرموز العراق وأعلامه ومنهم قادة ثورة العشرين والاستخفاف بأي جهد وطني تأسس العراق عليه أو بالشروع المباشر في الاستنقاص كذلك من أدبيات العراقيين الشرعية والوطنية والثقافية والتاريخية والسعي نحو إبطالها بسن القوانين أو اتخاذ القرارات ذات الأبعاد المحرضة على الكراهية والتفرقة والإقصاء وفيما تقدم أدلة صريحة وبينة على أن منظومة الحكم التي فرضت فرضا على العراقيين تظهر أهدافا وتظهر أهدافها كذلك ومقاصدها علانية ومن دون حياء مما يعني أنها غدت هدفا مشروعا من أجل التغيير بالثورة الشاملة على خطى من سلف من العراقيين الأبطال يا أحفاد ثورة العشرين إن في استذكارنا السنوي هذا لثورة العشرين ما يؤكد على موقفنا الثابت في رفض النظام السياسي فاسد القائم في العراق وعدم الاعتراف به بل والتأكيد على دعوتنا إلى الخلاص منها وتطهير البلاد من مخرجاته ومآلات استمراره فقد أظهرت الأحداث المتلاحقة أن هذا النظام المتكئ على عكازات الاحتلال المزدوج لا يقوى على البقاء إلا وهو يقتات على الفوضى وما تخلفه من تداعيات تعزز من حالة الاضطراب ولعل في اعتماد نهج الطائفية السياسية ما يمنح هذا النظام الفرصة الوحيدة لمد عموره ما أمكن حيث لا توجد هناك أي مبررات للحملات الممنهجة التي يبادر النظام وأجهزته وميليشياته في قمع وصد أي صوت أو جهد يسعى للنأي بالعراقيين عن براثن الطائفية غير ذلك وما حصل شباب العراق في ثورة تشريم من قمع وقتل وتغييب أنموذج واحد واضح من النماذج الكثيرة في هذا السياق وهو ما يدعونا إلى أن نهيب بأبناء شعبنا الأبي لتحقيق موقف شعبي موحد بالاستفادة من المعاني المتقدمة ومن تأريخ ثورة العشرين للتصدي لفساد الحاكمين في العراق والعمل على مشروع استعادة العراق وطنا للعراقيين جميعا لحظن أبنائه الذين عانوا كثيرا وآن لهم الآن أن يغيروا ما يجري عليهم منذ أكثر من عقدين ويستردوا وطنهم ومقدراتهم ويبنوا بلدهم دون تدخل أحد كائنا من كان حفظ الله العراق والعراقيين من شر الاحتلال المزدوج ونجى العراقين كافة من أوضار مشاريعه المؤذية وجمع كلمتهم وأخذ بأيديهم نحو إعادة بناء الوطن الذي خربه الأعداء وخذله الأصدقاء وضيعته شعارات أدعياء العملية السياسية الفاسدة الذين يعملون بالضد تماما مما يرفعونه من شعارات وطنية فيمعنون جيدا في سرقة الوطن ونهبه وتفتيته وتغليب مصالح الآخرين على مصالح شعبها هذه كانت رسالة الهيئة بمناسبة ثورة العشرين